السلام عليكم إذن ننتقل إلى التمرين السادس من الصفحة 31 دائما درس المضاعفات والقواسم وقابلية القسمة للمستوى السادس ابتدائي من كتاب الجيد في الرياضيات إذن التمرين كالتالي أحدد جميع مضاعفات العدد 11 المحصورة بين 22 و110 والتي تقبل القسمة على 3 بين قوسين توجد 3 حلول أحدد مضاعفات 11 المحصورة بين 22 و11 بين 22 و110 مكونة طبيعة الحال من رقمين نبدأ ب مضاعف الأول بالنسبة لجميع مضاعفات 11 نكتبها للتالي مضاعفات 11 للإشارة فالصفر فهو مضاعف مضاعف لجميع الأعداد صفر فهو مضاعف لجميع الأعداد إذن نكتب جميع مضاعفات 11 بعد ذلك نختار المحصورة بين 22 و110 إذن نكتب جميعها المكونة من رقمين إذن 11 11 في صفر صفر 11 في واحد 11 11 في اتنان 22 11 في تلاتة تلاتة وتلاتون تلاتة وتلاتون 11 في أربعة أربعة وتلاتون 11 في خمسة خمسة وخمسون ثم ستة وستون سبعة وسبعون تمانية وتمانون تسعة وتسعون ثم إذا أضفنا 11 هي 110 في السؤال المطلوب هو جميع مضاعفات لعدد 11 المحصورة المحصورة بين 22 بين 22 و110 محصورة يعني أكبر من 22 وأصغر من 110 إذن سأخذ هذه إذن أخذ ثلاثة وتلاتون أربعة وأربعون خمسة وخمسون ستة وستون سبعة وسبعون تمانية وتمانون ثم أخيرا تسعة وتسعون إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واضح والتي تقبل القسمة على ثلاثة تناديم مكونة من سبعة أقار تقبل القسمة على ثلاثة التي تقبل القسمة على ثلاثة يجب أن نجمع كما رأينا في التمانين السابق نجمع حروف كل عدد أو حفوا أرقام كل عدد ثلاثة زائد ثلاثة ستة وستة تقبل القسمة على ثلاثة إذن ثلاثة أربعة زائد أربعة ثمانية ثمانية لا تقبل القسمة على ثلاثة بمعنى آخر أن الخارج ليس بعدد صحيح طبيعي واضح 5 زائد 15 10 لا تقبل القسمة على 3 6 و 60 6 زائد 6 12 12 12 من مضاعفات 3 وتقبل القسمة في طبيعة الحال على 3 إذن فهذا العدد طبيعة الحال يحقق هذا الشرط يعني مضاعف ل11 ويقبل القسمة على 3 ثم 7 زائد 7 14 و 14 لا تقبل القسمة على 3 وبالتالي هذا العدد لا يقبل القسمة على 3 8 8 زائد 8 16 16 لا تقبل القسمة على 3 وبالتالي هذا العدد لا يقبل القسمة على 3 99 9 زائد 9 18 و 18 تقبل القسمة على 3 يعني أنها من مضاعفات 3 وبالتالي فهذا العدد تسعة وتسعون يقبل قسمة على تلاتة واضح تلك ما قالوا هناك توجد تلات حلول وهي قلاتي تلاتة وتلاتون ستة وستون ثم تسعة وتسعون اذا انهينا من التمرين السادس ننتقل الى التمرين السابع التمرين السابع احدد جميع مضاعفات العدد سبعة المكونة من رقمين والتي تقبل القسمة على اثنان يعني قوسين توجد سبعة حلول واضح احدد جميع مضاعفات العدد سبعة جميع مضاعفات العدد سبعة المكونة من رقمين يعني الاصغر من مئة مضاعفات سبعة المكونة من رقمين اذا انهي واضح اذا سنبدأ بسبعة في اثنان التي هي اربعة عشر ثم سبعة في تلاتة واحد وعشرون واضح ثم اذا نكتب في الاول جميع مضاعفات سبعة الاصغر من مئة يعني مكونة من رقمين بعد ذلك سوف نختار منها التي تقبل القسمة على اثنان اذا سبعة في اربعة تمانية وعشرون سبعة في خمسة خمسة وتلاتون سبعة في ستة اثنان واربعون سبعة في سبعة تسعة واربعون سبعة في تمانية اثنان وسبعون ثم سبعة في تسعة سبعة في تسعة أربعة اذا نوع من الاول اذا سبعة في اتنان اربعة تارسل سبعة في تلاتة واحد وعشرون سبعة في اربعة تمانية وعشرون سبعة في خمسة خمسة وتلاتون سبعة في ستة اتنان واربعون ثم سبعة في سبعة تسعة اذا سبعة في تمانية ستة وخمسون اذا هنا ستة وخمسون بعد ذلك سبعة في تسعة اذا سبعة في تسعة تلاتة وستون سبعة في عشر سبعون سبعة في احدى عشر سبعة سبعة ننضيف سبعة ايضا هي اربعة وتمانون سبعة في تلاتة عشر ننضيف سبعة هي واحد وتسعون ثم اخيرا تمانية وتسعون واضح اذا هذه الاعداد كلها من مضاعفات العزة السبعة مكونة من رقمين يعني اصغر من مئة اذا نحن نريد مضاعفة سبعة مكونة من رقمين وتقبع القسمة في نفس الوقت على اثنان على اثنان يجب ان تكون اعداد زوجية اعداد زوجية اذا هذا الاعداد اربعة عشر تمانية وعشرون اثنان واربعون ستة وخمسون اربعة سبعون هي خمسة اربعة وتمانون ستة وتمانية وتسعون هي سبعة حلول وعد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اربعة عشر تمانية وعشرون اثنان واربعون ستة وخمسون سبعون اربعة وتمانون اخيرا تمانية وتسعون اذا هذه المضاعفات سبعة التي تقبل القسمة على اثنان بطبيعة الحال ومكونة من رقمين ننتقل الى التمانين التاسع او نكتفي بهذا القدر اذا تمانينان تمانين ستة وسبعة اذا في فيديو لاحق سوف نستطرق الى المضاعفات المشتركة والقواسم بطبيعة الحال اذا الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته